لا أجرى نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق بسم الله احنا بنتكلم عن حاجة اسمها البي اي ام والريفت امي بي البي اي ام دي فلسفة فلسفة بتتكلم عن ان احنا نبني المبنى بطريقة نموذج زي المكتة اللي موجود في المعارض بس انا ابنيها على الكمبيوتر فابقى شايف كل حاجة في الشغل بتاعي هابقى شايف الحيطان وشايف المواصير هابقى شايف الحاجات زي ما تبقى موجودة في الطبيعة فلو اوقف في اي مشكلة احلها وانا بصمم مش هستنى لما تروح للموقع وتتنفذ في الاخر تشوف ان في مشكلة وبفكر زي نحلها لا ده وانا شغال وانا برسم ببال مع المشكلة فده بيوفر لي هتر جدا يعني بيوفر لي ما يقرب من 20% على الاقل من تكلفة المشروع على الاقل يعني المقارنة بين الشغل في الكاد والشغل في الريفت الريفت بيوفر اهلا حاجة 20% اللي هي ايه ان انا وانا بصمم بلاي مشاكل بيحلها في الريفت في الكاد ما باخدش بالي منها فوانا شغال بنفذ الموقع فانا حال الحقيقة الاقي نفس مسلا عملت صاق ومفروض في هنا بايب هيمشي فاضطار ان اشيل الصاق امشي الحاجات دي جدا الاقي ان انا في حطانة عملت الاقي ان في بعض الحاجات خطب بعض الكلاشات فاضطار ان انا ممكن اشيل شغل ان اعملته والشغل ده طبعا هي تريمي ما ينفعش صاق افكه وابدأ اركبه من قاله جديد فالصاق ده بيكسر وتريمي زاد تكلفة العامل نفسه اللي هم هي بتاعت العامل فدي كلها البيئة ايامي بيحلها العلم ده بيتطور جميل جدا العلم ده بيتطور جميل جدا زي كل العلوم يعني هم نتكلم دوقتي مثلا عندما جهزنا الكورس دوت في منطقة الضرين خلنا فترة طبعا يعني على ما ننظم ونتفق والحاجات ده كلها الناس قوامين على الموضوع ربانك زي يوم خير كان العلم تطور برا كان في بعض التكنولوجيا تلعي جديدة في تكنولوجيا كتيره كل يوم بتطلع في ابحاث كل شوية بتطلع في تطورات حصلت بعد برنامج الريفيت دوت فان شاء الله بعد ما خلص الريفيت هنلاقي نفسنا مثلا في محاضرات تانية هيشوح نفسوركس في محاضرات دلوقتي شغالة في كونتك اوف في حاجات تانية تلعت كتيره جدا طب انا حاول نشوف موضوع الصوت دوت في شوية تكنولوجيا كتيره بدأت تصغر تمام؟ فكل يوم الواحد لازم يشوف ايه اخر حاجات بتطلع ويحاول يحلها ان شاء الله في يعني الريفيت احنا قلنا برنامج الريفيت ده جزء من البي اي اي ام مش البي اي ام يقول له ولا بنفس البي اي ام البي اي ام دي مجرد فلسفة بنشوف منها ازاي نبني مبنى بطريقة صحيحة جدا building information modeling التكنولوجيا دي خاصة بالمباني بش زي الكاد عام لا ده خاصة بالمباني بس information كل حاجة بعملها لازم اكون متأكد من البيانات اللي موجودة فيها ادخل البيانات صحة لو هرسم صوت ارسمه صحة لو هرسم بايب بدخله دي هوت ووتر ولا كولد ووتر لو هرسم كوبول تريب بدخله برضو المعلومات بتاعته اللايتنج بحطها بحادث كان فولت فبامشي بالمعلومات سليمة جدا modeling بعمل نموذج تم المبنى لما بعمل البي ام اولا اسرع بتكير من الكاد تحس نوعه بطيئ لان انت في الاول لسه بشواخد على الريفت فما تقرنهوش بسرعتك في الكاد انما الحاجة اللي لما بترسم في الكاد بتاخد مثلا عشر اوامر في الريفت ممكن تاخد امرين ثلاثة لما بعمل حاجة في الريفت ممكن بزرر واحد يعمل لي coordination يجيب لي إيه اللخبات في إيه السواني ممكن يعمل لي حصر تمام؟ فلازم ننتجل للبي اي ام لازم ننتجل للبي اي ام يعني ده بش اختيار كل الشركات دلوقتي بدأت تنتجل للبي اي ام الريفت ده بداية ما تحط رجلك عالطريق بعد كما بتلاقي تكنولوجيا كتيرة جدا ظهرت في الموضوع فاحنا بنتابع كل شوية بنشوف التكنولوجيا جديدة جدا الموقع بتاع سماوية البي ام كل شوية ان شاء الله بنشوف ايه احدث التكنولوجيا بنحطها متقدرين برضو هتلاقي بقى اخر تكنولوجيا موجودة اه الريفت اقوى من الكاتب كتير في اول محاضرة احنا قررنا بين الاثنين الكاتب برنامج عام برنامج عام يعني ايه؟ يعني ممكن يصمم بملابس ممكن ارسم بعربيات مايبقاش فهم ان برسم ايه فهم ان ده خط ان ده كوس ان ده دايرة بس بش فهم ان ده بايب ان ده دكت فمعرفش يحصر ومعرفش يعمل بينهم بشايفين دي جامت فهم جرب بس بيديني شكل هو بش فهم اصلا ان ما برسم ايه؟ انا اللي بتخيل انا رسم ايه؟ تمام؟ انما الريفت هو متخصص في البيلدنج فبلاقي فيه زرار بيقول لي مثلا هترسم بايب واحد تاني هترسم دكت هتحط ارترمنال تمام؟ طيب ان شاء الله لو حد عنده يسأل يكتبوا ان شاء الله هنجاوب عليها المحاضرة النهاردة ان شاء الله مش طويلة همجرب بس بحاول نجاوب على سئلة بتاعكم ان شاء الله وفي حد يسأل سؤال ازاي لو انا كهراء مكان الكل ارسم للحاكات الحيطان بتاعتي او الحاكات البسيطة اللي انا محتاجها بش لازم ارسم كل المعماري هو فيه استاذ لينا اسمه الموندس محمد باسيوني كان شرح المعماري الموندس كمان شاوئي كان شرح النشائي لو حد عايز يتطلع ويتوسع فيه بس هي الفكرة احنا هنجا بش نشرح كل المعماري احنا هنشرح بس الجزء اللي انا اسفاد منه ككهروميكانيكا الكورسي اسفاد منه ازاي ابدأ اسمع من اول محاضرة وهتلاقي فيه محاضرات كتيرة مع وجودة على موصل بيمو على منطقة دارين واي حاجة ان شاء الله بنجمع شهات اسئلة ونروح عملناها فيديو بحيس نجاوب على كل الاسئلة ان الاسئلة غالبا بتكرر بالناس كلها حاول تطبق في مشروع واثنين وثلاثة حاول تطبق في مشروع واثنين وثلاثة اه اغلب المشاريع الكبيرة بيستعمل بالرفيت ما يفعش عامل بالكاد هل فيه برامج منافسة للرفيت اه فيه برامج منافسة كتيرة اللي جي للرفيت وانا شغلت على بعضوه اه ممكن تلاقي فيه بعض المزايا هنا وهينا طبعا مافيش برنامج هو الطوب ممكن تلاقي ميزة هنا وميزة هنا بس الرفيت فيه ميزة حلوة قوي ان هما الطلب برامج مع بعض يعني تلاقي ريفيت أرتكشة وريفيت Structure وريفيت مي اي بي فبديك قوة جميل جدا لما الاثنين يكونوا الالثلاث يكونوا مع بعض عكس مثلا لما نكون عند برنامج بيعمل لي المعمارة بس فبضطلب ان انا اقوم بتكرر او ان انا دور على برنامج ويقوم بتكرر او دور على الستركشة يعني في بعض برنامج ترسم الإنشائة بس مانهاش في دعوه بالمعمارة فإش ضمنك ان البرنامج التاني اللي صنعون في المعمارة هيقوم متوافق مع الإنشائة تمام؟ الحاجة التالية انه هو تبع شركة ودي شركة عملوكة في برنامج كتيرة بس يعني بعد ما تبزل جهد كبيرة فيها لان الشركة ما بقاش تطلع منها اصدارات جديدة وتلاقي الموضوع واقف فانه هو تبع شركة جديرة او شركة تعتبر قولها في عالم المباني الـ Building والـ BIM ده بيدي للموضوع ثقو شوي الحاجة التالتة انه هو مشهور جدا يعني انا كنت دراست برنامج مشهور جدا في أوروبا وما حدش يسمع عنه في الوطن العربي اسمه الماجيكاد عندما اروح الشركة وقولوا ما اعرف الماجيكاد اضطار اعد ساعتين ثلاثة اشرح له ايه الماجيكاد اعد ساعتين ثلاثة اشرح له ايه الماجيكاد واقناعه مثلا انه قريب من ريفت انه اقمر من ريفت لأ طب ليه؟ طب ما انا اروح اقول له يول انت عارف الريفت احنا عايزين نريفت اقول له اه لان لما شركة وشمعول الشركة كلها يكون شغال الريفت وانا المحادر يشغل برنامج تاني خالص فهو الاغلب بالشركات في مصر او كل الشركات في مصر الا قليل جدا شغالة بالريفت في بعض الشركات قليل جدا شغالة بميكرو ستيشن وفي مثلا لو حد شغال في الانشائي حديد ستيل بيشتغل بتكلا انا معاكو برضو لو حد سأل اي سؤال ان شاء الله جواب عليه هعمل شير للسكرين عشان نشوف ازاي نرسم المعماري هو السؤال العبارة عن ايه؟ السؤال ببساطة انا دلوقتي هعمل شغل كهروميكانيكا بس ما عنديش المعماري عندي كاد مش ريفت المعماري عندي كاد مش ريفت طب اعمل ايه؟ طيب هي ممكن نعمل حاجة ممكن لو انتم ما تعرفش المعماري خالص تقلي لوحة كاد هي الخلفية بتاحتك وتبدأ تشغل عليها عادي خالص تمام؟ في قلب الريفت تمام؟ بس ده هيعمل لك مشكلة لما تيجي تعمل الساكاشن هيزهر شغل الكهروميكانيكا ويزهر المعماري فده هيعمل لك مشكلة تمام؟ طيب الحاجة التانية ايه؟ اننا ارسم ايه؟ اننا ارسم الحيطان بيش هرسمها بال... اه معايش لاسف اه هو 6. اه الريفت اه السؤال ده الريفت هل هو او احسن برناميك للتقبل؟ على فكرة فيه تكنولوجيا كثيرة جدا انطلعت فيه تكنولوجيا كثيرة جدا انطلعت بعد الريفت بس كله باستفاد من الريفت يعني الريفت ده تحط رجلك على اول طريق وبهكاد يبدأ تشوف باية البرامج تمام هتلاقي نفس وركس ده بياخد شغل من الريفت ويبدأ يضيف عليه بعد الزمن هتلاقي كونتك اوف هتلاقي برنامج اسمه فازاري فازاري ده بيقوم بتحليل الطاقة بيشوف احسن حاجة المبنى يتبني ازاي هنلاقي حاجة اسمه شو كيس بيعمل اخراج جامد للريفت هنلاقي فيه التكنولوجيا جديدة لسه يطلع او يعني بقى لها تقريبا مثلا يوجمينتد ريالتي ده بيخليك تشوف المبنى 3D قدامك عن طريق الايباد ممكن تبص على اي حاجة دي حولك 3D ممكن تبقى ماشي مندخل المبنى على الايباد فتبص على اي حيطة هو اوتوماتيك يفهم ويقولك ايه الموصير اللي هنا والصوج اللي هنا اللي هو الحيطة تمام؟ ففيه تكنولوجيا جديدة بتطهر كل يوم بتطلع حاجة احسن من اللي قابليها لا مفيش مشكلة خلص المهم بس ما نكتبش عرب انجليز انجليزة عربي لو لقى فروق انجليز عشان بس ايه الواحد ما بيعرفش عرب طيب ان شاء الله هنكمل احنا قلنا لو انا عايزارسي من المعماري وانا كاهروميكانيكل فبش محتاج ان انا ادخل كل تفصيل مجرد بس ان انا ايه بدخل التفصيل اللي انا محتاجها يعني انا عم محتاج ان اشوف حيطة بس مش محتاج ادخل الطبقة بتاعت حيطة تمام؟ طيب انا دلوقتي العايزارسي ابدأ مشروع جديد خالص هقول له new هنا بيقول لي اختار التمبلات هقول له browse وابدأ اشوف التمبلات اشتغل عليه اي تمبلات عندك اقول له open لو انا قلت له project يبقى انا افتحه كمشروع واشتغل عليه project template يبقى انا افتحه كمشروع اعدل الخصائص بتاعته يعني اعدل ارتفاعات الكتابه وعدل اشكال اسهم عشان اشتغل عليه انا كده هقول له project بيقول له احنا في الوطن العربي بشغل بالمترك طيب هو كده فتح معي عايزين نشوف ازاي نرسم اول حاجه الحيطان يعني اول حاجه ككهروميكانيكال عايزين نشوف بس ايه الحيطان بترسم ازاي طيب انا هاجي من قائمة art texture فاللي بالك الريفت في ثلاث اصدارات في المعمار الوحده الانشاء الوحده في الامي اي بي الوحده وفي نسخه بيبقى فيها ثلاث حاجات مع بعض طيب اسمها الريفت بس بقى فيها الارتكشور والستركشور والسيستيمس السيستيمس ده المقصود بيه اللي هو الامي اي بي طيب انا لما هاجي انا اقول لول بيقول لانت عايز ترسم والارتكشور ولا والستركشور فقول له انا عايز والارتكشور نحوط مع ميري تمام تمام فبيديني شوية ادوات ارسم بها الحيطه لو احنا بصنا على الادوات ديت هلاقي ده اللاين كده هرسم عادي بحط اول نقطة والتاني نقطة بان كده رسمت ايه حيطه وهرسم كده يعني انا ايه يعني برسم زي الادوات كاد بس الادوات كاد كان برسم خط لا ده هنا برسم حيطه مرة واحدة طيب انا بعد ما رسمت الحيطه اقول له وراهلي في 3D فبطلع فوق بلايه شكل بيت صغير بادوس عليه بيوريه في 3D لو انا عايز الف فبدوش shift باقرة بتاعت الماوس وببدأ الف حول المبنى يبقى انا كده ما برسمش 2D انا برسم 3D بس عساس ان انا واقف بشوف المنظر من فوق فبيبلل انه هو 2D بس انا ايه حاجه برسمها تبقى 3D تمام تمام طيب لو انا قفلت الشاشة ديت بارجع للشاشة الاولان اللي انا كنت فيه لو انا عايز ارسم section باجي هنا بلايه علامة section section بسيط جدا بادوس اول نقطة وتن نقطة يبقى هو كده اسامل section هاجي هنا كليك يمين وقول له ايه go to view فانا بروح لل view اللي انا مفروض ابدأ الشغل عليه طيب دي فكرة ترسم الحواقات طيب 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 انا دي فكرة انا هبدأ اكمل فارسم الحيطة هقول له اول حاجة بقول له ارسم الحيطة طيب لما انا ارسم الحيطة خد من الارتفاع هو جي هنا وقال انت هترسم اه ارتفاع ايه تمام؟ انا عايز احط دلوقتي ادوار كمان عايز احط ادوار كمان طيب هقول له هنا انا عايز ارسم اللي فيجن اللي فيجن هاي ده اللي فيجن اولين ماشي؟ هبدأ اشوف انا هارسم اللي فيجن التاني مثلا على ارتفاع كام؟ ولياكم مثلا من هنا كده هشوف هشوف اليونت هشوف انا شغال بالمليمتر ولا بالميتر انا شغال بالمليمتر طيب لو انا عايز ايس المسافة من هنا وهنا اختار ادوار كياس ده 1700 طيب احنا عايز انا مثلا اربعة متر تعم؟ مجرد ان انا اجي هنا على ال 1700 ديت دور دوت هقول له ده خليه على اربعة متر تعم؟ طيب احنا كده عملنا ايه؟ عملنا لفل اثنين ده لفل اثنين طيب او هتلاقي لفل اثنين ظهر معي هقول له انا عايز ارسم لفل ثلاثة طيب 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 هرجع لفل واحد وابدأ ارسم الحتة تالي هجا اقول له ول لما انا بختار الحتة لين كده بارسم لين عادية اهي تعالنا نشوف الاختارات اللي تحت دي الاختارات اللي تحت دي مهمة اول اول حاجة هاي ولا دبس يعني انت ترسم الحتة دي لفوق ولا لتحت لان انا ممكن اقول له دبس فيرسم الحتة دي تحت الدور دوت تحت الدور اللي انا فيه تمام ده بنستخدم مثلا في الحواطر اللي هي تحت الارض طيب انا هستخدم دلوقت هاي اللي فوق طيب انت عايز اردفعه ايه؟ عن طريق ان انت تدي له اربع متر ولا عن طريق ان انت تقول له كمل لحد الدور الثاني كمل لحد الدور الثاني يبقى يرسم الحتة مرتبطة بالدور الثاني يعني لو حد غير لو حد غير في دور الثاني وخليها خمسة متر الحتة دي اوتوماتيك هتبقى خمسة متر هو مرتبط بالدور الثاني تمام؟ يعني خلينا نبص كاف سكشن ايه دي حيطة اللي احنا ايه؟ قلنا له كمل لحد ليفل اثنين وده الحيطة بص بالخصص هنا الحيطة دي قلنا له ان الحيطة دي ارتفعها 4 متر ما ربطناش باي ده حاجة طيب لو الدور الثاني وانا شغال قلت له خليلي الدور الثاني بيبقى خمسة متر ايه اللي هيحصل؟ الحيطة اللي هي مرتبطة بالدور الثاني هتكبر معاه انما الحيطة اللي هي 4 متر بايش هتتأثر خالص بان الدور الثاني اتعدل فده الفرق من الاختارين تمام؟ فاقول له ول بلايه هنا لو انا عايز ارسم قوضة سريعاً ريكتانجل باختارها وروح ارسم ريكتانجل تمام؟ وبرضو نفس الاختارات دي شغالها معايا يعني برضو الهاي والديبس شغالين معايا الليفل هل هتختار الان كونيكت تكتب بالرقم هنا ولا هتختار بالدور ممكن تكون الحيطة مكمل من عاكا حد الروف هتختار لحد الدور الثالث تمام؟ هترسم الحاجة من سنتر ولا مكور ولا من الفينيش يعني ممكن اقول له ايه؟ والسنتر يبقى انا هنا بقرسم ايه؟ خلي بالك الماوس ماشي في نص الحيطة لو قلت له لا خليها من الفينيش هتلاقي الماوس ماشي ايه؟ من طرف الحيطة النقط اللي انا بدوس عليها هاي دي طرف الحيطة باش نص الحيطة تمام؟ بعد كده بلاقي لو انا عايز ارسم شكل سداسي او صباعي او ثماني اي شكل من الاشكال بلاقي عندنا ممكن اختار دوت بختار نوتس المركز هنا بختار عدد الاوجه تمام؟ هنا بختار نوتس المركز وحرف من الحرف بتاعتي حرف كورنر بتاع الشكل السباعي او السماني او السداسي اللي انا مختار تمام؟ اللي بعديه بحدد نوت المركز وبحدد عمودي على حيطة من الحيطان اللي عندي تمام؟ فده الفرق الاثنين يعني اول واحد بختار نوت المركز والركن هنا بختار نوت المركز وعمودي على خط حيطة من الحوايط او خطة من الخطوط او جهة من الجهات بعد كده بلاقي سيركل لو انت عايز ترسم دايرة فبدوس اول نقطة وببدأ ارسم دايرة خلي بالك انا ممكن تدخل الرقم يعني ممكن هنا تلاقي الرقم هنا تروح معدله على طور تقول له مثلا لا خلي دا 5000 تمام؟ دا كده انت رسمت غرفة على شكل دائري نص كترها خمسة متر طيب لو اولتلوا اول تمام؟ بتلاقي الحيطان سهلة في تلرسمها مفشل مشكلة خلصة ارق عندي كده نوع من ارق بتحدد مثلا اول نقطة واخر نقطة وبعد كده تحدد الزاوية بتاعتها الدي مثلا كده تمام؟ تمام؟ طيب لو احنا كملنا الول بلاي عندي حاجة اسمها بيكلاين يعني ايه بيكلاين؟ بيكلاين لو انا عندي مثلا لوحة موجودة كد مجرد ان ادوس عليها هتحول الخطوط دي الى لشكل لشكل حيطان موجودة في الريفت يعني خلاني نبسح كل الحاجات ديت تمام؟ اجعل الحيطة دي اقول له select اقول له instance يعني اختار لي كل العنصر مشابه ليه فاختار كل الحيطان دست عليها دليل كده لغالي كل الحيطان تمام؟ طيب هاجي من قائمة insert اقول له انا عايز اعمل link cad link cad يعني هربط الملف الريفت ده بملف cad desktop وراح اختار ملف الريفت بلاي هنا عند شوية اختيارات احنا شرحناهم قبل كده بس يعني نمر عليهم برده سريعا هنا color عايز تاكس الالوان ولا تخلى الالوان زي ما هي ولا تخلى الالوان ابيض و سويد ليه بعكس الالوان ده ان الخلفية بتاعت الكاد سودة والخلفية بتاعت الريفت بيدا ده اللي افتراضي في الاثنين بس انت ممكن في الكاد تخلىها ابيض وفي الريفت تخلىها سويد زي ما انت عايز الـ position عايز تنزلها في center to center ولا origin to origin خليها origin to origin ده افضل لان center to center بيجيب center لوحة لسنتر لوحة ممكن يكون السنتر مش مزبوط انهم origin to origin دي اللي هي نوت الـ X و Y و Z فدي بتبقى ان شاء الله مزبوطة الوحدات اللي انت هتشتغل بيها هنشغليها بالمليمتر الوحدة اللي هي بتاعت الكاد تمام؟ هقول له ايه open هيبدأ يدخلي الملف موجود هو معي تمام؟ طيب لو احنا قولنا عايزين نرسم الحيطة ذيت لانو نجد في ارتيكشر والتروول ممكن نبدأ ارسم عادي اختار الخط دوت وابدأ ارسم الحيطة عادي ده اختيار تمام؟ ماشي بس بيش مزبوط ليه؟ لان انا عندي امر هنا جميل جدا اسمه ايه بيك لايم يعني مجرد ان اختاره وهقول له انا عايز اعمل finish بيك لايم مجرد ان انا ادوسه على الخط ده هو ارسم الحيطة بس هو الحيطة بتاعت الرفت اصغر من الحيطة بتاعت الكاد فانا عايز اعمل حيطة تكون اد الحيطة بتاعت الكاد هتتعف اول مرة بس شوية ان انت مجرد تدخل الحيطان الجديدة اللي عندك وهتلاقي بعد كده الموضوع هيكرر يعني اللوحة ده كلها ممكن تلمس فيه ثلاث اربع انواع من الحيطان فانا هاجي هنا هقول له DI وهيس الحيطة من هنا لهنا تمام؟ ثلاث 300 تمام؟ هقول له عايز وال هاجي هنا هل عندي حيطة 300؟ لا ما عنديش هاجي edit type edit type يعني انا عايز اعمل نوع جديد من اول حيطان هقول له duplicate اعمل لي نوع جديد هقول له اسميلي ده وال 300 اوكي كده انا غيرت الاسم بس ما غيرتش الخصاص اللي جوه عايز اخلي الخصائص متابقة للاسم تمام؟ فهاجي في ال structure اقول له edit وقول له خليلي دول 300 المعماري بيبدأ يخصصهم يعني يقول لك ايه عندي طبقة finish 25 وفيه طبقة air 10 كل حاجات دي بش هتحتاج انت في الكاهرو ميكانيكا لا انت مجرب بس عايز ترسم حيطها اوكي؟ طيب اوكي يبقى انا كده عملت نوع من انواع الحيطان 300 فهاجي هنا اقول له decline وابدا اعمل click هنا ده اللي حيطة ترسمت و click هنا ده اللي حيطة دي برضه ترسمت هتلاقي ان الحيطان كلها بش اخب منك حاجة هتلاقي ان الحيطان كلها بش اخب منك حاجة طيب انا عايز اوصل الحيطة دي بالحيطة دي بلاقي عند امر مدفاي اسمه trim extend ده بيعمل ايه؟ بيوصل لي الحيطين اللي زيدول ببعض فبدوس هنا ودوس هنا راح موصلهم ببعض تمام؟ وابدا برده اكمل على بيت الحيطان هقول له wall هارت تكشور واختار الادا ديت وراح معلم هنا ايه ايه عايز اوصل حتين دول ببعض اقول له TR واعلم هنا وهنا TR دي عاملة زي فيلت في اللوتوكيد تمام؟ ممكن اقول له هنا وهنا كده ايه؟ رسمت الحيطان تمام؟ عايز اكمل دي مع دي ممكن اسحب واحدة فيهم للتانية اسحب دي كده الحيطة التانية هم هتوصلوا ببعض طيب عايز ارسم الحيطان اللي جوا طيب عايز ارسم الحيطان اللي جواد دي دي اي من هنا لهنا قال لي من دي مية وخمسين ماشي دي اي خلينا نكتبها مية وخمسين ده ما هو اعمل هقول له wall واعمل نوع جديد من الحوائط وضبليكيت مية وخمسين اوكي edit واجه هنا مية وخمسين اوكي اختار هنا big line ابدأ ادوس هنا خلاص الحيطة الترسمت وهنا هتلاقي اصلا كل الحيطان اللي في مشروع ممكن يبقوا مثلا ايه نوعين او ثلاثة فمجرد ان انت عملتهم خلاص الموضوع كله خلص معي تمام طيب وابدأ اوصلهم ببعض عن طريق اوامر modify اجي مثلا هنا امر ده الامر دوت اقول له مسامل هنا كمال لي كمال لي الخط ده الخط ده زي امركسيند في الكيت تمام وهنا اقول له برضو وصل لي ده تلاقي الحاجات كلها توصل هتلاقي ان الموضوع ان شاء الله يعني هوا بس انت بتحتاج ان انت تتعرف الحيطان في الاول وبعد كم الموضوع مش اخب منك سوين مجرد انت بتدس على الحاجة هي ترسم على طول تمام وابدأ اختار امر trim اقول له مسلا وصل لي ده اوصل لي ده اوصل لي ده ده تبدأ ترسم الحيطان كلها ان شاء الله مش اخب منك حاجة في الرسم يعني ان شاء الله طيب عايزين نبدأ نحط البواب بتاعت اللي عندنا في الشغل هنا اعمل ايه؟ اقول له art texture واختار دور بيقول لي ما عنديش بيبان متحملة في المشروع هقول له yes وابدأ احمل البيبان ايه؟ ابدأ اشوف البيبان اللي عندي البيبان عبارة عن family بتشوف الفاميلي موجودة فين؟ وتبدأ تحمل الفاميلي اللي عندك family اكتبت family وتبدأ تختار البيبان اهي مثلا دور تختار اي دور انت عايزه؟ خلينا نختار باب سينجي نعم؟ ده نوع مثلا من نوع الباب اقول له ok نعم؟ 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 وابدأ اروح احمل الباب مثلا هنا نعم؟ 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 ان شاء الله بعد لا اذنك ان اخد بس break روبع ساعة عشال الصلاة ونرجى ان شاء الله هو ممكن لو في مشاكل في الصورة هاجي من كاملة insert بقول له ايه ااجي هنا واكتب له اسم الفامل اللي انا عايزه ده الموقع بتاع AutodeskC لو انت عايز تعمل search على فامل معينة بقول له مثلا ان انا عايز دور فهو بيروح مدخلنا على الموقع واحملها او حاجة تانية يعني فيه طرقة تالتة ان انا اكون مفتح مشروع تاني اخذ منه الفامل اللي انا عايزه يعني خلينا مثلا نروح لمشروع تاني انا محتاج مثلا الباب ده محتاج الباب دوت هاجي هنا على الباب دوت وقول له ايه انا عايز copy وارجع للمشروع اللي انا كنت فيه ادوس control tab control وادوس على control وادوس tab ارجع للمشروع اللي انا كنت فيه وارجع للمشروع اللي انا كنت فيه وارجع لقيمة modify وقول له ايه best وادوس هدوس مستره التاني جاء كدا كدا الباب ان حطيته عايز اخلي الباب يدخل لجوه بلايه عند السهمين ضد بعض فبدوس عليه بيتقلي بالنحية عايزه يبقى عكس بيدوسه على السهم دوت خلي بالك انا اول ما بعمل سيلكت الباب يتمساملي ديمينشن هوت ديمينشن ده ممكن ايه اجي هنا ده 650 اقوله 600 على الباب يتحرك فمعنى كده ان انا مجرد ان اعدل في الديمينشن الباب يتعدل عكس الكاد الكاد بعدل في شكل ديمينشن بتعدل لا ده ده كده مرتبطين ببعض لو اعدلت في الباب الديمينشن بتعدل لو اعدلت في الديمينشن الباب يتعدل فبتلاقي الموضوع اسهل معك وبسيط وسهل التعديل تمام طب لو عايز احمل ويندو هاجي هنا مثلا اقوله انا عايز احمل ويندو مفيش ويندو هقوله يس واروح محمل الويندوز بتشوف انت حط الفاميلي بتاعتك فين انا كنا حملنا كمية كبيرة جدا من الفاميلي اللي هي موجودة على منطقة ضري تمام ايف اي اي نافذة من الدول اللي عايز نحملها مثلا دير الفرق الوحيد بين النافذة والباب ان انا بديله ارتفاع الباب بيبقى على دور نفسه ما بيطلعشي انما النافذة مثلا بقوله ده على ارتفاع مثلا متر عشرين ارتفاع متر ربعين زي ما تكون الويندوز تحتك نفسه نفسه اوه 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 زي ما ننخذ لنافذة اي شباك Like و الويند زرد البه ينخ اوه 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 فبيعمل لها Upgrade Revit 2018 ده سبب انه عنه لو حده هينزل Revit ممكن انتنزل 2018 او 2018 او 2014 مفيش لها مشكلة خلصة عام في الموشوش غيرها 2013 الويندوز هيت مجرد ان انا هقرب منها وحطها هنا خلاص هي كده الويندوز تحط زياء زي الباب بس هي الفرق الوحيد اللي هي ايه الهوي بتاعها ايه انت بقى بشوف انت عايز تخلي الارتفاع بتاعها ايه عايز تحط بواب باردو كليب كيمين وقوله كورية سيميلر تعال هنا وحط البابل انت عايزه و هتبدأ ترسم الحيطان بنفسطريقة و ماتنعاش ايه مشكلة ان شاء الله واتبدأ تقول له انا عايز بيكلاين ممكن بها تبدأ توصله ببعض وقول له مثلا نشوف ايه الحاجات اللي عايز توصل ببعض اكبر ميزة فيه اللي هو التعديل بسهولة يعني انا دولة الحطة دي تعالى نبوص كده الحطة دي مرسومة احنا ندرس منها حد الدور الثالث اغلب الحطان كانت مرسومة حد الدور الثالث طيب انا عايز اخليها حد الدور الثاني مش ايا مشكلة تعالى نعمل سيليكت على دول كلهم انا كده عملت سيليكت على حطان ومش حطان فاقول له فلتر وقول له انا مش عايز غير الول تمام خلي انا شوها في 3D عشان تبقى معك بالضبط انا دولة عمل سيليكت على كل حاجة اقول له فلتر وقول له انا عايز الول بس تمام انا عايز الول تمام الول دوت لحد ايه لحد دور الثالث طيب انا عايز لحد دور الثالث تمام هتلاقي الحطان كلها صغرة تبقى لحد ايه لفل الثالث فالتعديل سهل جدا فالباك احنا ما بنرسم شتودية احنا زي ما نشاف احنا بنرسم 3D تمام وممكن وانا هنا ابدأ ارسم الحطان ديت يعني ااجي هنا اقول له انا عايز ارسم والد هقول له خليها لحد الدور الثالث وبقلين وابدا اعمل ايه مجرد ادوس على الحاجة ايه خلاص بتتحول الى 3D دايما تشاهد فهتلاقي الموضوع سهل ولزيز يعني حاجة زي دي بشيخ منك حاجة هتلاقي نشي خلاصة على طول طيب لو انا عايز ابدأ ارسم دور الثاني هدخل في لفل اثنين وابدا اعمل نفس الخطوات بس لما ادخلت لفل اثنين مفروض ما فيش حاجة تظهر معايا لازل حاجات تظهر معايا بلون خفيف ده لان فيه هنا خاصية اسمها Under Lay Under Lay دوت بيشفيلي الدور اللي تحتية بيعمل لي ايه اشوف الدور اللي تحتية بحيث لو انا عايز ارسم حاجة فوق حاجة بالزبط هقول له لان كل حاجة تختفي وابدا اعمل نفس الخطوات وابدا ارسمه هتلاقي سوانا هتخلص معاك الموضوع ما فيش ايام شكل نفس الخطوات اللي نعمل هاني طيب تعال نرسم جريد من Art Texture هقول له انا عايز ارسم جريد وراح دايس على بلاي عندي حاجة برضا اسمها بيك لاين وراح معلم على هنا ماشي اه اجي هنا باقول له ايه طيب باقول له زر للعلمة من ناحيتين هنا هنا التمبلات اللي نفتحه مفهوش الرمز مفهوش الرمز دوي الرمز دوي موجود فيه ماشي ايه دي مشكلة ان التمبلات فيه حاجات نقصة تمام؟ فمفروض ان انا بختار التمبلات يكون فيه حاجات سليمة يعني خلنا نروح للمشروع التاني اللي اعنا كنا فيه تمام؟ لو انا عايز ارسم جريد نخطي كل دول او نجيب insert لينك كاد نختار دي خطب نختار دوات مالو ايه origin to origin تعم؟ دهرت في نفس المكان انا عملت ايه؟ نزلت ملف الكاد نزلت ملف الكاد هينه تعم؟ عايز انا بقى ملف الكاد عايز ااخد ملف الكاد عشان اوارج بس مكرة الجريد نعمل select وقل له فلتر ولوشيك نون انا عايز الوتوكات نعم او هاجي هنا الوتوكات ده هقوله موف ده مقفول بن مقفول هقوله unpin يعني بفكر ده من هنا لهنا ليه عشان بس هوريك فكرة الجريد الجريد بسيطة او بس التمبلات اللي انا كنت فتحه كان فيه اسمبل ده نقص طيب هقوله ارسملي الجريد اجي هنا عالجريد واختار بيكلاين بيكلاين يعني مجرد اول ما تدوس عليه هيروح ورا اسملي الجريد ده عصوه طيب هو رسمه ده الرقم ايه واحد واشية ليه خد اخر رقم موجود في المشروع هقوله لا خليلي ده واحد ما هوفقش ليه لانه هو موجود في المشروع واحد طيب هقوله ده خلهولي مية واحد طيب هقوله ارتكشر وقوله ان عايز ارسم جريد وقوله بيكلاين هرسملي ده ايه مية واثنين مية وثلتة مية واربعة مية وخمسة مية وستة مية و سبعة لما هاجي هنا كتابولي مية وثمانية لا ده انا عايز ده يبقى ايه 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 مسلا لا اهو هنا واخد الحد حرف ايه اهو هنا واخد الحد حرف الف طيب عشان ما نعملش مع مشاكل اقوله خليلي ده حرف جي طيب اقوله ارسم لي الجريد دي تاني هليه اعمل ايه اتش تمام جي اتش اي اي جي كي هيبدأ يكتب لي الحروف هو اوتوماتيك بيبدأ يكتب كل حرف يشوف ايه اللي بعديه ويركد تمام فده بالنسبة لموضوع ايه الجريد يشوف sync تمام تمام حتى عنده قريبし اولها بسئلة i had the same problem sek my sound is fast خلاص انا حاول ابط Troح ma هاو ماشي فايل لو جينا مبوس ايه اللي احنا محتاجين نرسمه بردو تاني انا محتاج ارسم floor يعني floor، يعني الارضة تحت تمام يعني فلور تمام؟ عايز ارسم الارضية بتاعتي ممكن اعمل ايه؟ بلاي عندي كاز اختيار ممكن ارسمهم كلاين ابدأ ارسم كده اول نقطة اهي ثاني نقطة لو كملت شكل مربع شكل مقفول يعني ممكن ارسمهم كده هرسم المثال اي شكل بس المهم يكون مقفول لو قفلت الشكل التاعي قولت له فينش خلاص كده الارضية بتاحت رسمي ما فاشل اي مشاكل تمام؟ طيب هدوس كنترول زد عشان نشوف احسن طريقة ايه للرسم احسن طريقة عشان متعملش عشان تبقى استريع معي ولو حصل اي تعديل في حيث انتعدل ماطماتي بقول له ايه؟ بيكوول بيكوول اختار الحيثة دي اوتوماتيك هو ايه؟ هياخد الحدوب بتاعتها ايه بحيث لو الحيثة تحركت هو اوتوماتيك يروح معدل الشكل التاعي تعم؟ فيه خلي باقي حيثة هنا مش متوصلة لان حيثة دي بيكوول ايه تعم؟ فهوصلها هيا دوي اقول له وصل دي بدي تعم؟ وظرت بيكوول الخطة ده ووصله بديه انا احنا همقرنش عملها علشان كفين سادي تعم؟ 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 اقول له ايه فانش? بقول لي فيه حيثة مش تصالها بحيثة هقول له فين تشوف هوريني الحتة دي فين اللي فاها مشكلة هقول له continue في فعلا الحتة هنا مش توصلة اللي احنا ما عملناش ترمي الحيطان دي هاجي هنا وقول له ايه وصل لي الحتة الخط ده بخط ده وقول له finish خلاص طيب تعالي نشوفها بقى في 3D دي 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 الارضية بتاعتي طيب انا كده رسمت الحيطان ورسمت اللي بواب ورسمت الارضية ماشي ايه اللي انا ممكن احتاجه تاني تعالي نصف هارتكشنر كده ونشوف ايه الحاجة اللي احنا ممكن نحتاجها ممكن نحتاج ان انا ارسم روف تمام دول اللي ممكن احتاجه طيب عشان ارسم سيلنج لازم اكون واقف في سيلنج بلاني اول حاجات دي لو انت شغال في شركة باش هتطر انت ترسمه ليه؟ لان مفروض ان انت معاك مهندس معماري برسمها بس اقدر انت قاتلها حاجة وبترسمها في البيت او شغال في شركة صغيرة او لا يظهر في الظروف يعني فعايز تبدأ انت ترسم المعماري لو انت معاك مهندس معماري خليه اللي ارسمها عساس نوه برضه هيكون متخصص وهيحط كل تفاصيل الحيطاني حطهه مزبوطه انما لو انت مستعجل وعايز ترسي حان خاصه بيك فتستخدم الادوات دي استخدم الول خاصة احنا عرفناها لازم يكون واقف على فلوح سيلنج بشوية فلوح فلور بلان الفلور بلان ببص من فوق لتحت سيلنج بلان ببص من تحت لفوق ماشي؟ فهاجي هنا واستخدم أم سيلنج بلها عند اختيارين حاجه اسمه الاطماتيك سيلنج وحاجه اسمه سكيتش سيلنج الاطماتيك سيلنج مجرد انها بدوس في اي منطقة مقفولة هو بيروحة سترينج بتاعي اختار بس حاجه في الماتيريال انا بعدل بس في الماتيريال بتاعه مشعور سلينج بس كم مشعورد اختار بس في الماتير اختار خطار بس طوال خطار بس طوال بخليها الـ 600 بحس لي بيبال معي طيب لما أقول له تباتك سيلنج هدوس في الوت دي هدوس في الوت دي هيدا يعمل لي السيلنج ماشي لو انا عايز ارسم انا السيلنج جادوي هقول له سكتش سيلنج وابدأ ارسم انا السيلنج ألاقي عند مثلا اداة ادوات الرسم اختار اداة ديت مثلا وابدأ ارسم من هنا الى هنا وقال له فينش طيب السيلنج لسه مظهرش عندي عشان مظهرش بقى فيه حاجة من الـ اللي همه هو مطفي من الـ VV حاجات احنا اشرحناها قبل كده بس بمر على سريعة وابس هنا بشوف سيلنج موجود ولا لا اه سيلنج هو الظهر معي الـ VV ده بتظهر وتلفل حاجات طيب هابدأ هنا هشوف عندي حاجة اسمها الـ View Range View Range ده اللي هو مستوى الرؤية تمام؟ فبلاقي انها عندي مستوى الرؤية هنا فعلا مش مظبوط هقول له ده انا عايزه لحد أحسن ا endorse الـ VV وعايز ده مثلا الـ 1800 احنا سيلنج كنت نعملهم على الـ سيلنج سيلنج كنت نعملينه على الـ 2600 فكرة 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 ظهر 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 غده فكرة أعرف الظرف أغسرين كنت أتحط او ده السيلينج او السيلينج او تحطي يعني انت عايز تشغل عايز تشغل علي عادي ان شاء الله بدون امشك او في عدة بس المتارية اللي عايزة تزبط هادخل هنا جواها هنا البترن مش مزبوط محتاج ان انها تزبط البترن البترن على الهاتش بتاعه مش بالزبط محتاج انها تزبط الاعدادات كلها او ده فاديت التنبليت لان او مزبط التنبليت مزبوط مش هطار ان او زبطها كل شوية طيب لو انا عايز نرسم مثلا عمود لو انا عايز ارسم عمود ماشي باجي هنا اقول له انا عايز ارسم كولوم بيقول لي مفيش عمود موجودة هنا هقول له انا عايز ارسم كولوم اهي نرسم عمود معماري كولوم ارتكشور بيقول لي مفيش عمود معماري بتحمل في المشروع كولوم اروح احمل فاميلي كولوم كولوم ارسم مثلا 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 نرسم بس المقاس معين يعني ده مقاس 24x24 مثلا انا اضطت 24x24 اعايز اعمل واحد تاني بمقاس ثاني يعني ده 24x24 اقول مثلا هنقله هنا أخطر أمر align وقوله wall face أنا عايز الحفة بتاعت الحيطة النحادي والحفة بتاعت الحيطة النحادي وأرحب العمود دوت عايز أرسم عمود تاني بمقاسات مختلفة أعلم عن العمود وقوله edit type وقوله duplicate وقوله أعمل العمود دي جديد تاني ده 30 في 30 وبدأ أدخل المقاسات بتاعينا 30 في 30 بكام ب750 ماشي 750 750 تعم كده عملت عمود تاني يبقى أنا كده ممكن أعمل كذا عمود بكذا مايس حسب الحاجة اللي أنا عايز حسب المقاسات اللي عندي يعني لو نطلو أنا عايز أرسم عمود ومفروض العمود اللي عندي مثلا 300 في 200 أعمل إيه هولو edit type duplicate واكتب المقاسات اللي أنا بسهل بالنسبة لي إن أنا لقيه 300 في 200 وقوله ده 300 في 200 مثلا ورح أصد إيه؟ العمود الجديد في أي مكان أنا عايزه تمام؟ دي فكرة إن إنت ترسم العمود ماشي 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 طيب معلش إحنا في المعماري بنعد بسرعة لأنه بشتخصصنا بس كان في أحد الأفاضل سألنا السؤال دوت فبنحاول بس إيه؟ نجاوب على السؤال دوت طيب إحنا كده رسمنا الwall ورسمنا الدور والويندو والعمويد خلينا نشوف آخر حاجة اللي هي الroof أقول له أنا عايز أرسم roof هنا بيسألني في الroof بيقول له أنت عايز ترسم السقف بتاعك فأني دور أقول له مثلا خليها في الدور الثاني مثلا تمام؟ لو أنا بش أطلع للدور الثالث أقول له yes نفس الموضوع الأرضية بيقول لي تبرسم الحدود بتاعتك أقول له معندش أي مشكلة خالص ممكن نعملها زي ما عملتها المرة فاتت عن طريق أن أحدد الحواب بتاعتي تمام؟ نعم؟ أقول باتي or من هنا من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا خلص تعال بقى نشوف الشكل كده من هنا في السقف بلاقي السقف التعمال اللي عندي والأرضية والحطان لكل حاجة أنا ممكن أعلم عن الحطة ديت بلاقي عندي حاسمة قتاش يعني ربط لي الحطة دي بالسقف طب إيه الميزة؟ الميزة لو حد عدل في السقف أو طلع بالسقف الحطة تطلع معاها وتنسل معاها يعني خلينا نقف هنا دي موجود على level 2 طب لو قلت له خليها في level 3 شوفت التعديل سهل قوي في الريبيت إيه اللي حصل؟ الحطة دي تلعت مع السقف بنامى بينت الحطان مطلعتش فأنا ممكن نجع على الحطان كده وتسكلك يمين وقل له select all elistence في الثابة المفيو رح معلم على كل الحطان مرة واحدة وقل له قتاش ورح معلم ايه؟ ع السقف التعلي بقيت كده ملتصقة بالسقف أول ما يحصل تعديل في الحطان في السقف في أصد الحطان تطلع معاها وتنسل معاها تمام؟ وبرده الحطان اللي جوه تختارها مرة وتروح عمل بفهمة نفس المطلع دو انا اجي كده الحطان اللي جوه لانهي طيب مختلف click يمين select all elistence انا كده اخترت كل الحطان اللي جوه ورح معلم هنا ورح ايه؟ مختار السقف تمام؟ تلاقي كل الحطان اللي جوه ملتصقة بالسقف بحيث لو السقف تلع أو نزل تطلع معاها وتنسل معاها تمام؟ ده شغل بسيط جدا على موضوع المعماري اهم حاجة احنا ممكن استفادة منها ان الواحد تزابة تمبليت بتاعه بتزابة كل اللي انت عايزه في قلب المشروع او تختار مشروع نديف تختار مشروع 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 خالص وتجي هنا تقول له save as تمبليت يبقى انت كده عملت تمبليت خاص بيك ممكن تعمل تمبليت واحد للشرك كلها ممكن تعمل لو انت شغال في كذا مجال تعمل تمبليت مثلا اللي الشغل بتاع مصر الشغل تاع الامارات الشغل تاع قطر كله هتعمله تمبليت مختلف لو الخصاص مختلفة بينهم تمام؟ اه 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 ربنا نبي بارك فيك مشروع انت شغل تعملك معنا ومصرارك معنا طيب اه مش عارفها هتعارفوا شو فيها ولا في المتصفح بس ان شاء الله تشوفوها دي تكنولوجيا جديدة يعني اسمها بقيم augmented reality تمام؟ التكنولوجيا ديت ده واحد ماسك اللابتوب او الممكن تستخدم للايباد هو ماشي في منطقة لسه بتتبني يعني ده موقع عمل وشايف الرجل المصمم كل حاجة هتحط فين فبايتخال شكل البناء لما يخلص هنا دامج بين حاجتين دامج بين الواقع اللي احنا فيه والحاجة الافتراضية تمام؟ التكنولوجيا دي رفابة جدا دي احد الاستخدامات بتاعتها انما لها استخدامات كتيرة جدا augmented reality تمام؟ اجربت بعض الحاجات البسيطة جدا على المبال بتاعي لان المبال بتاعي بيش حديث زهلت جدا من كوت التجربة دي جدا تمام؟ خلينا برد نشوف فيديو تاني انا حطيت شوية فيديوهات كده على المدان بتاعتي اللي اه نبوس البم ده واحد مثلا معه حاجات موجودة على لوحة 2D تمام؟ نبوس بالايباد بدأ يشوفها 3D بدأ يشوف الشكل ده المعقد اللي نحن نعم يعني صعب ان انت تخيلو نشوف الراجل اللي كان مصممت زي 3D تمام؟ زاد ان انت بتبا شايف مثلا لو انت حطيت حاجة بيدمغلك بين الحاجة الموجودة فعلا والحاجة اللي فترادية نعم؟ بدأ يفصل جزء من الجزء الخارجي حيث ان هو يشوف التفصيل اللي جوا التكنولوجيا دي له تطبيقات روعة جدا جدا في مجال البناء تمام؟ تمام؟ انا خلصت الجزء اللي كنت عايز اقوله النهاردة اللي هو زي المهندس الكهورا ميكانيكل يشتغل شوية معماري مش بالتفصيل وان شاء الله برضو هنحط الفيديوهات لريفت معماري للكهورا ميكانيكل وهتلاقي لو حد عايز يغس في الموضوع ويتعلم ريفت ارتكشر المهندس محمد باسيوني كنشرح بالتفصيل ان شاء الله لو حد عنده اي اسئلة يتفضل عديني عشان نفتاب الاسئلة وعذروني لو النهاردة بس كان فيه لغبطة او فيه بكده بسبب الظروف البلد مربية الواحد يعني الله المستعين فاحنا نستنين الاسئلة بتاعت حضراتكم عشان نشوف لو فيه اي مشاكل في موضوع ريفت امي بي يحاول ياخد الملف المعماري ويشغل عليه كهروميكانيكل ياخد الملف المعماري وهي لايه موجود ويبدأ يشغل عليه كهروميكانيكل ويحس لو فيه اي مشاكل وجهته نبدأ نحنا مع بعض size lookup table او ده ملف اسمه lookup table تمام؟ ملف lookup table هحاول اجيب لك الحالة تاعت الوقت ده ملف عبارة عن زي ملف excel او access بيبقى فيه لو المصورة قطرها واحد بوصة هيبقى الكوع مقاسه كذا تمام؟ طيب لو الملف ده مش موجود اجيب لك الملف الضواتي نعم 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 تجربة من الضواتي استحاول تجربة ملف ده احاول يوصلها بأني توصيلها. تمام؟ فحاول التحامل بس الملف ده في المصادر ده ومشاء الله مش كده يتحامل. اه يمشي 2014 واي اصدار مفلوش امشي خلص. طيب حتى عندها اسئلة. طيب هو احنا كده ان شاء الله يكون خلصنا الكورس الريفت مي بي بس نكملين مع بعض ان شاء الله لو حتى عندها اسئلة لو فيها اي مشكل. ان شاء الله برضو مع بعض بإذن الله. انا اتمنى الحد يسأل بحس ان احنا برضو كلنا سفيدية. الاسئلة كلها تكرر. تمام؟ طيب لو انت عايز برنامج تصميم داكت فيه عندك برنامج داكتلياتور. فيه برنامج بيحسل. وممكن تستخدم برنامج. لو انت عايزت كل قضاء تحسب التكيف اللي فيها عندك برنامج الهاب. وممكن الريفت تستخدمه بس محتاج ايه ممارسة. يعني انت اول مرة تستخدمه هتلاقي بيخرج لك الحاجة مش بالضبط. لسبب ان انت مش بتعاوض عليه. بس لما تكون مثلا احسن حاجة فاي برنامج يسببك ببرنامج الريفت. اي برنامج بتعملها ايدوي او على برنامج انت بتعاوض عليه. وهكذا تشوفوا البرنامج جديد دا تجرب تستخدمه وتشوفوا هيجيب لك نفس المعطيات ولا بشيجيب لك نفس المعطيات. يعني انا دوقتي بستخدم برنامج اي برنامج مثلا قديم للحسابات. وفيه برنامج تلع جديد. هل برنامج جديد دا وتسكين فيه ولا بشي تسكين فيه. بعمل برنامج بعمل مشروع بالبرنامج القديم. واعمل نفس المشروع بالبرنامج الجديد. واشوف فيه فرق. والفرق ده نتج ليه. تمام. فنفس الفجرة شوف مشروع قديم تكون انت عامله ببرنامج جين تواصل فيه. او عامله مانوال. وشوف برنامج الريفت. لو تلع في فرق حوالتعم فرق ده من ايه بس هو برنامج فيه ناس شغلة بيه واثقة فيه يمكن انا في الشركة انا نشغل فيها بنشغل بالهاب بش لان احنا نشكين في الريفت لا لان العميل عايز الحسابات بالهاب لا اقتر ولا اقل بس احنا بنعمل حاجة بنعمل حاجة وكواس ان احنا ايه الكلامنا في النطس دي انا مش لازم في الهاب ادخل احطان من اوله جديد هي الحطان كده كده مرسومة الحطان كده كده مرسومة فانا ممكن اعمل ايه ممكن اجي هنا انا كده الحطان مرسومة والارضية واليباب كل حاجة هقول له export لو انا واثق ان كل شغل خلاص الحطان واليباب كل حاجة سليمة واخرجوا حاجة اسمها gpxml green building external markup language تمام ده بياخد كل الشغل اللي هو القود والتجاب بتاعتها والفراغات وكل حاجة ويبدأ يديها هو عشان في بعض الحاجات بش كاملة تمام وقول له next بعد ما يكون كل المعلومات انا متأكد انها سليمة هتلاقي في حاجات لسه ما تعمدش اول ما تدخل كل المعلومات سليمة وطبعا المفروض المعماري بيخلاصها لك سليمة بتخرج المعلومات ده في ملف xml ملف ال xml ممكن تسحقه على الهاب يعني في الهاب هتلاقي import xml تبدأ تشغل عليه تمام وبش بس في الهاب في برامك تانية كتير بتقبل اللي بتدل هو xml تمام طيب حد عندها ايئة اسؤال قبل ما نخلص كورس ما نخلص طيب لو ما حاجة عندها اسئلة ايأة اياو اتخذ الى ماك اتقال للموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة